ميسيو عدة خليني أقرأ معاك الستاتيستيكس أو التحليلات الخاصة بالمباراة إحنا عندنا عدد الشوتس على المرمى لسوار 9 مقابل 14 للزمالك شوتس على المرمى 1 لسوار مقابل 6 للزمالك 45 لسوار مقابل 55 للزمالك هذه التحليلات كيف تقرأها وكيف يمكن أن تبني عليها للمستقبل أرى دائما أن أضع دائما الأعداد الفني الجديد للعبين بعد كل مباراة هي فرصة كبيرة لنا عندما تقابل فريق مقابل زمالك هي فرصة أن تحلل أداء اللاعبين وتعمل على هذا في المستقبل أن تطالبهم بفعل الكبير وأن نستغل على هذا من أجل إصلاح الأخطاء وكما أرى أنت الاستحواز على كرة القدم هذا ما فقدنا ميسيو عدة كنتم هنا أعتقد في الفريق الفني لنادي الأسماعيل أعتقد من ست سنوات أو سبع سنوات لو يعني إف ماي مم رسيفرز مي وال إلى أي مدى ترى أن أداء الزمالك شهد تطور منذ ست سنوات أنا لا أستطيع أن أكذب ولكن أنا لا أعلم أيضا على مستوى إذا تغير أم لا ولكن الزمالك فريق قوي حص يحصل على الألقاب ولكن هما في 2020 هزموا أمام نادي الأهلي وهذا أثر كثيرا على الفريق ما جعله يتغير مستوها بشكل واضح ولكن الذي أراه أن الزمالك اليوم هو فريق قوي جدا فريق رائع عندما أقول أن اللعب كان الاستحواز لدى الزمالك أرى أن الفريق منظم وحتى على مستوى الزمالك كانوا أقوي جدا عظيم جدا